قد لا تكون بورما من البلدان الشاهرة بممارسة رياضة الغولف غير أن هذا لم يحل دون تحول أونجوين من مجرد جامع كرة إلى رياضي محترف ولطالما كانت ممارسة هذه الرياضة في الماضي محصورة بنخبة من الأثرياء وكبار ضباط الجيش ورغم أنه متحدر من عائلة فقيرة نجح أونجوين في الخامسة والثلاثين من عمره في بلوغ أعلى المستويات عندما غادر والدي للعمل في نادي للغولف انتقلت الأسرة بكاملها إلى هنا وتسنى للعب الغولف ويعكس نجاح أونجوين الشعبية المتزيدة لرياضة الغولف في البلاد إلا أنها ما زالت تفتقن إلى ميادين جيدة وقد عرفت بورما هذه الرياضة خلال حقبة الاستعمار البريطاني لكن سنوات الإهمال في ظل حكم المجلس العسكري السابق إضافة إلى العوامل المناخية الاستوائية ألحقت بالميادين أضرارا كبيرة على الحكومة ينتوفر ميادين جيدة للعبية الغولف الشباب كما عليها أن تنظم عددا أكبر من البطولات والاستثمارات ظروية إذا أرادت السلطات اجتذاب مزيد من الشباب من مختلف الطبقات الاجتماعية إلى هذه الرياضة أما أونجوين فيأمل في أن يسهم نجاحه في حفظ الشباب على سير على خطه حياة الأثرياء هنا سهلة حتى لو لم يمارسوا الغولف يمكنهم الاسمتاع بأشياء أخرى أما نحن فعلينا النجاح وإلا خسرنا كل شيء وأمام البرميين درب طويل قبل بلوغ مستويات متقدمة في الرياضة الغولف عالميا غير أنهم أحرزوا تقدما ملحوظا بعدما حققوا إنجازا خلال دورة ألعاب بلدان جنوب شرق آسيا سنة 2013 بفوزهم بثلاث ميداليات فضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر